المورد الثامن الكامل جزء عاشر في صفحة 169 يقول ثم دخلت سنة 596 هجري ذكر ملك العادل الديار المصرية قال ابن الأثير قد ذكرنا سنة 95 وخمسمائة يقول ذكرنا وقد ذكرنا سنة 95 وخمسمائة حصر الأفضل والظاهر ولدي صلاح الدين دمشق ورحيلهما إلى رأس الماء على عزم المقام بحوران إلى أن يخرج الشتاء فتغير العزم عن المقام واتفقوا على أن يعود كل إنسان منهم إلى بلده ويعودوا إلى الاجتماع فتفرقوا تاسع ربيع الأول فعاد الظاهر وصاحب حمص إلى بلادهما وصار الأفضل إلى مصر فوصل بالبيس فأقام بها ووصلته الأخبار بأن عمه الملك العادل قد سار من دمشق قاصدا مصر ومعه الممالك الناصرية لاحظ هذه هي القوى الضاربة منهم الممالك منهم ممالك الممالك يقول سار العادل من دمشق قاصدا مصر ومعه الممالك الناصرية وقد حلفوه على أن يكون ولد الملك العزيز هو صاحب البلاد وهو المدبر للملك إلى أن يكبر فساروا على هذا وكان عسكره بمصر قد تفرق عن الأفضل من الخشبي فسار كل منهم إلى إقطاعه ليربعوا دوابهم فرام الأفضل جمعهم من أطراف البلاد فأعجله الأمر عن ذلك ولم يجتمع منهم إلا طائفة يسيرة ممن قرب إقطاعه ووصل العادل فأشار بعض الناس على الأفضل أن يخرب سورة بالبيس ويقيم بالقاهرة وأشار غيرهم بالتقدم إلى أطراف البلاد ففعل ذلك فسار عن بالبيس ونزل موضعا يقال له السائح إلى طرف البلاد وكان لقاء العادل قبل دخول البلاد سابع ربيع الآخر وكان لقاء العادل قبل دخول البلاد سابع ربيع الآخر فانهزم الأفضل ودخل القاهرة ليلا وسار العادل فنزل على القاهرة وحصرها فجمع الأفضل من عندهم من الأمراء واستشارهم فرأى منهم تخاذلا فأرسل رسولا إلى عمه في الصلح وتسليم البلاد إليه وأخذ العواف عنها وطلب دمشق فلم يجبه العادل فنزل عنها إلى حران تنازل عن طلب دمشق قال أعطيك مصر وأعطيني حران فنزل عنها إلى حران ورها فلم يجبه فنزل إلى ميا فارقين وحاني وجبل جور فأجابه إلى ذلك وتحالف عليه وخرج الأفضل من مصر واجتمع بالعادل وسار إلى صرخد ودخل العادل إلى القاهرة ولما وصل الأفضل ولما وصل الأفضل إلى صرخد أرسل من تسلم ميا فارقين وحاني وجبل جور فامتنع نجم الدين أيوب ابن الملك العادل من تسليم ميا فارقين وسلم ما عداها فتردت الرسل بين الأفضل والعادل بين العم وابن الأخ بين ابن صلاح الدين وبين العادل الملك العادل يقول فترددت الرسل بين الأفضل وعمه العادل في ذلك والعادل يزعم يدعي يزعم أن ابنه عصاه فأمسك الأفضل عن المراسلة في ذلك لماذا أمسكه يقول عن المراسلة يقول لعلمه أن هذا أن هذا فعل بأمر العادل أقول هذه هي عدالة الملك العادل التي استشرفها ابن تيمية والرازي وحصل اليقين عندهما بذلك من حيث نكث العهود والمواثيق وعدم الوفاء بالوعود والحنث من حيث نكث العهود والمواثيق وعدم الوفاء بالوعود والحنث بالأيمان ولما ثبتت قدم العادل بمصر قطع خطبة الملك المنصور بن الملك العزيز في شوال من السنة وخطب لنفسه أيضا أقول مصداق آخر لعدالة الملك العادل كما يراها ابن تيمية والمنهج الفكري المارق